أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة بدء التشغيل التجريبي لمعامل الهيئة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتيسير خدمات الفحص وإنشاء معامل مركزية بكافة الموانئ الرئيسية وبسرعة الإنجاز وأداء العمل وتقليص زمن الإفراج الجمركي لدعم حركة التجارة الخارجية وأكد رئيس الهيئة عصام النجار حرص الهيئة على إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة شديدة وجودة عالية وفي أقل وقت ممكن وذلك للتأكد من مطابقات العينة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان مشددا على ضرورة قيام جميع العاملين ببذل المزيد من الجهود من أجل إنهاء العمل بسرعة ودقة عالية شكرا